ابنة دكتور نافع النافع أستاذ النهال مرحبا بك السلام عليكم وبركاته أهلا بك أستاذ النهال أخبار راجت كثيرة عن الوضع الصحي لدكتور نافع النافع وقضية ذهابه إلى المستشفى وإعادته للسجن والكلام كان دارج في وسائل التواصل الاجتماعي أين تكمن الحقيقة ما هو الوضع الصحي لدكتور نافع النافع أولا بسم الله الرحمن الرحيم ومشكورين جدا على التداثة باختصار شديد الوضع الصحي لأبوي في البداية الشي المؤسس أننا قصة ما أخطرنا أنه مريض يعرفنا أنه أبونا مريض لما نغاد من جلسة المحكمة ينصدقاش أرتزرعي قبل كده ما عندنا نخبر أنه أبونا مريض بعد ضيابة من المحكمة إشنا طوالت للجهة للسجن وعملنا طلب زيارة عادي طلبنا نزوره قدمنا الطلب إذا ارتزرع رفضت بيعتبر إنه قال هو مريض فينا عندهم الأرية ومكتب له راحة وإنتوا بير نصف لكم إنه تقابلهه نعم بعد المزين حصل كلام كثير وادعنا من غير ما نشوفه لكن سمحوا لينا أدو تلفون دوه خليه يتكلم معنا بالتلفون نتصل دينا وإحنا جرى قال لنا أنا خنيف ما في مشكلة في جهة من بين المريض وأرجعه رجعنا اليوم الثاني الأربعاء اللي هو 17 فبراير رجعنا في جهن قدمنا طلب زيارة جديد وتمحوا لينا نقابله فقابلوه نعسى الأسرة أنا معكم تماعهم بأكنا المهم نجو فينا منحك مريض الحمّة لسه يتمشي وتجيه وما راحت منه كان فضل له حبة واحدة في علاج الميراري الخنيف يتصنى بالضابط المرض في في السجن بالنسبة سألنا عنه الجمع بردو الدولة يتكلم مع عوض التلفون هما الضابط المرض في في السجن سألناه الحمّة لسه شديدة وحالته بدأت تسوق يوم الثاني أصرينا ومتابعين مع دكتور السجن أصرينا أنه لازم تعزه وستخصه وقلنا لهم الجماعة دي مع ميلاريا لأنه إذا ميلاريا كان هو بدا كويل في أنا المهم بإصراف شديد من أن ينصري أعيدة التفصصات الثاني وظهرت النتيجة حلاشة بالليل إنه عنده كورونا السبت الصباح الأحد الصباح الأحد الدكتوري تواصل معنا طبي بسجي وقال أبوكم ده خيلا عنده كورونا وشوفوا ليه غرفة في المستشفى ونحضر غرفة ونقولوا ليه ونحن فعلا انتهدنا وهو انتهد معنا لحد ما وصل المستشفى يوم الأحد بعد صلاة العيشة نعم وصل المستشفى في حالة إعياء شديد الدكاتر اللي قوهه في حالة جفاف دي هايدريتي بدا صورة فضيعة قالوا الزول ده يعني واضح إنه حتى الدكتور غال هو له كم يوم ما شهية انتهد ما في أكله ما في شرب ووصل في حالة جفاف شديد جدا والناس كلها عارفة الجفاف الشديد أبوي عمر 72 سرعة المهم في المستشفى أسعفوه الناس كلها كان هما انها تتخلص من الجفاف قبل العلاج يعني أمر إليه المحاليل والدو عصير وأخذوا استفسات ثاني عادوا استفسات ومدى العلاج قاعد في المستشفى ببط سابع يوم قبل ما يكمل يعني أجل من ثلاثة أيام هو رجع السجن كان لسه بيرخد في المضادة الحيوي ما خلصوا الدو الأساسي بتاع الكورونا هو ما كان خلص فجأة نحن جاءنا كلام إنه الزلده قرروا إرجاعوا فيشن قالوا لينا والله لا معهم يعني المهم هو جاءت أوامر المه يرجع من وين نحن ما عافين يا جماعة الزلده عمروا فينوا أمراضا مضمنة الكورونا سلامة الناس لا يوجد استجابة يعني تابع يوم قضاء الكلام داعا يوم الأحد يعني بعد أسبوع قضاء ما يكمل أسبوع في المستشفى يوم الإتنين من نساء هو طبعا عنده لسه جرعات بتاع المضاد حيوي بياخدها للوريد في السيدين كان الدو عملية تحسد شديد فأصيب بورم فضيع ما قادر يتكلم وما قادر يشرب وكاد إنه يختنق يعني خلاص الورم متك الوش والفم وكده إحنا جاءتنا عرفنا يعني إنه كده بعد ذلك بجينا ضربنا للضابط إنه مضتش في السجين ما قادرنا اتكلمنا معه لكن ده العلم تابعه ولو حصلتك حاجة أنا بالليل بحوله بإتعاف يعني لكن ما سمح لانه قصم اتكلم معه ورفض تمام من يمشي الزيوى الثلاثون بعد ذلك لالفل إحنا قادر اتكلم عشان يذوه الثلاثون اتكلم معنا يعني عد الليلة دي كلها في السجين نحقوه بيحبنا بتاع الكورتزون عشان نتحقق الخب شوية وبدأنا من مبارحة الصباح برضو رحلة نفس الكلام نمشي الثلاثين مطلوب إنه يودوه أمشوا القضائية أرجعوا معارفا مهم المغرب مبارح هو يدور تحول إلى المستشوى نعم شفناه وانا شفته مبارح لما نجعل المستشوى يعني ورم بغير الملامح ورم شديد حقيقي لكن الحمد لله كان شوية نزل الآن هو الحمد لله أفضل يستطيع انه يتحدث ويستطيع انه يأكل ويشرب لكن ما زال الآن ليعالج من الحساسية دي تحت المراقبة يعني حتى حالته ما كانت طبعاً الشيء مؤسف إنه لما نسمح لانه يطلع من السجين قالوا للصحوفات ويرجعوا مرة أخرى ما عشان يرجع في المستشفى لكن الطبيب اللي استلمه أصر أنه ما يرجع وقال دي ما حالة ترجع للسجين تعني لكن كل الشغل يعني التصديق الطلعي من السجين إنه يشوف الحاصل على ما يرجعه هذا الوضع على الآن طيب هل في أسباب لهذا التعامل واضح الآن ظهرت قلت قبل ما قالوا لكم السبب شنو قالوا لكم في توجيهات بس لكن هل الآن مثلاً ظهرت لكم حاجة وانتو بيتتهموا زول في شيء يعني واضح لكم في هذا الخصوص ونحن نتشير واضح لنا كالآتي أول شيء واضح لنا إنه الآن بيئة في المنزل أنت تتمن عليه نحن نتكلم أنه هناك ميخانية بغض النظر عن الأسباب شنو النازل موجودين بيها حق باطل المهم هو المعتقل عنده حقوق الآن نتضح لنا إنه كل الحقوق مهبومة نحن الآن ما قادرين نأمن حياة أبونا في المعتقل ما قادرين لأنه حقيقي أول مبارس ربنا لطف ويعني عند عمر بس نحن الآن الجلجة الكبيرة علي حياته هل هناك رسالة حابين توجيهوها من خلالنا؟ والله نحن الرسالة بنوديها عايزين نفهم سر ال سر الإهمال المتعمد للمعتقلين سر الإصرار الشديد على يرجع أبونا الأستاذين قبل أن يكمل علاجه ما قادرين نفهم السياسة حاجة والأخلاق حاجة تانية والتعامل الإنسان تانية واضح أنه في خلط واضح أنه في خلط وفي استهداف لشخص بعينه وأظن كنو كم انت رحتوا قبل كم يوم كانت شنو في البرامجة كانت فقط عبر وسائل وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر التلفزيون القومي وتبع تطوار الأحداثي نحن نتساءل ما هو المقصود أنه كورونا في سبع أيام يرجع السنين وعشان تعالي حسرات المضاعفات يعني يشق الأنفذ حتى يسمحوا ما يمشي يشوف طليل يشوفه يعني الزوال نماز أستاذ نهاية النافع على النافع شكرا لك على هذه المداخلة